السعادة نبع من داخل الإنسان وهو اللي يختاري بأسعيد بغض النظر عن الظروف اللي حواليه طبعا كلام سليم مفيش فيه مشكلة ولكن ساعات بيجي على الواحد أوقات بيكون خلاص طيب مش قادر يكمل مش قادر يحفز نفسه مفيش حاجة مساعداء حاسس ان الظروف كلها ضده البيت الشغل المدير المرتب الأسعار حال البلد خلاص مفيش حاجة محفزة وتلاقي اعداد الناس كلها كلام عن مشاكل طاقة سلبية مفيش يعني خلاص الناس كلها تعبت وزهقت ومش قادر تكمل بعض الناس بتتجه انها تتفرج مثلا على فيلم مصرحية تخرج خروجة كويسة تسافر سفرية تنبصد فيها ولكن كل دي سعادة لحظية يعني بتنتهي بانتهاء الحاجة اللي احنا بنعملها زي بالضبط اللي بيدرب مخدرات اول ما بيفوق بيرجع للواقع الاليم اللي هو عيشه طيب ايه الحل؟ ايه الحل؟ هنبقى سعادة امتى؟ لازم نتفق على حاجتين اول حاجة ان احنا عايشين في الدنيا يعني مفيش حاجة اسمها سعادة مطلقة يعني مينفعش هنبقى سعادة على طول الخط لا فيه فوق وفيه تحت طيب ما احنا في الدنيا السعادة المطلقة دي هناك في الاخرة ان شاء الله تاني حاجة لازم نتفق ان احنا عندنا مرض بغض النظر اسم المرض ايه بقى؟ سلبية اه 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 دي مش قادر اعمل حاجة ماليش نفسه اعمل حاجة مفيش حاجة محفزاني كل حاجة ضدي ده مرض والمرض محتاج علاج علاج مكثف ايه هي هو العلاج؟ فيش غير علاج واحد للمرض اللي احنا فيه ده العلاج هو الذكر الذكر علاج مفعوله سحري وهو اللي هيخرجنا من المود اللي احنا فيه وهو اللي هينقلنا من المود اللي احنا فيه ده لمود السعادة والرضا وزي ما بتبقى انت مريض وعندك مرض اه او فيروس قوي بتاخد له كورس مضاد حيوي تقيل بيتعبك بيتعبك في الاول وبعد كده بتبتدي تنزل في الكورس لغاية لما الحالة تستقر وبتمشي كويس بعد كده اللي احنا محتاجينه ان احنا ناخد كورس ذكر قوي يطلعنا من الحالة اللي احنا فيها وينضف القلب وينضف نفسيتنا وبعد كده نستمر علشان نقدر نبقى سعدة وعندنا رضا ونعيش عيشة كويسة نحقق في حياتنا الاهداف اللي احنا حطنها احسن الذكر طبعا القرآن الكريم احسن صورة او من افضل الصور اللي هتعالج النفسية هي صورة البقرة ليه؟ لان هي بتطرد الشيطان تلات ايام زي زي الحديث ما بيقولي يعني انا مش حافظ الحديث ولكن صورة البقرة قرائتها في البيت بتطرد الشيطان تلات ايام الشيطان هو مصدر الطاقة السلبية وهو اللي بيلعب دايما على نفسية البني ادم وهو اللي بيحسسه ان هو مفيش امل والدنيا بيضة وكل الاحاسيس اللي احنا عايشينها وخلي بالك ولو معك فلوس الدنيا كلها هيلعب لك على حاجة تانية الشيطان وظيفته ان هو يقرفك ويتعبك نفسيا في حياتك علشان ما يبقاش عندك رضا وما تبقاش راضي بقضاء ربنا وتفضل طول عمرك صاخط بغض النظر عن انت تملك ايه في الدنيا قراءة صورة البقرة زي ما قلنا بتطرد الشيطان تلات ايام ولكن احنا عايزين علاج مكثف لان الشيطان مع الشيشة في بيوتنا موجودة محتاجين ان احنا ننظف البيت وننظف نفسيتنا تماما نعمل ايه؟ العلاج تقيل نقرأ صورة البقرة مرتين يوميا مرتين يوميا مرة الصبح اللي هي بين صلاة الفجر وصلاة العصر ومرة بالليل بين صلاة المغرب ولغاية الفجر العلاج ده يعني مش عايز اقولكوا اقسم بالله مفعول ومفعول السحر سلازم نستمر عليه لفترة الاطول فترة ممكن على الاقل شهر صورة البقرة لو قرأتها هتاخد منك ساعة ساعة الصبح ساعة بعد الظهر فضي نفسك وحط لها اولوية في يومك لو انت عايز فعلا تتعالج وتخرج من الحالة اللي انت فيها بعد كده هننزل بالمعدل مرة في اليوم وبعد كده مرة كل تلات ايام يعني انا النهاردة اتنين اتنين بعد شهر يوم اتنين تلاتة انا عايز الناس اللي جربت الكلام ده او اللي عملت الكلام ده تقولي نفسيتها عملة ايه ومش هقولك جرب لان مفيش تجربة في القرآن يعني ما يفعش اقولك مثلا كل فراخ لان فيها تروتين لأ ما هي معروفة ان الفراخ فيها تروتين فما ينفعش اقولك ان القرآن علاج لأ ربنا بيقول وننزله من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين المؤمنين اللي هم المسلمين وانا ما بحبش اتكلم عن الدين لان انا مش اهل ان انا اتكلم عن الدين ولكن الواحد من كتر ما شاف الناس بتشتكي قد ايه وتعبانة قد ايه والله العلاج في القرآن صورة البقرة اقرأ صورة البقرة مرتين يوميا حاول تخليهم في البيت وهتدعي لي نصيحة من اخ والله نفسي الناس تبقى كلها كويسة ومبسوطة مش هقولك جرب امشي على البرنامج على قد ما تقدر حاول ما تقطعش وحاول تستمر وربنا يوفق الجميع وربنا يجعلنا كلنا سعداء شوفكم على خير صباحكم صباح